بقالنا أيام والحقيقة أن فضيلة الإمام الطيب شيخ الأزهر يعني في حواري في برنامج الإمام الطيب يعني تصريحاته تبدو وكأنها تصريحات ثورية ثورية تشجع على الإجتهاد تشجع على تجديد الخطاب الديني وهو ده اللي كنا عايزين الإمام الأكبر تكلم على 25 قضية دعا العلماء أن يكتهدوا فيها ويجددوا النظر زي الديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية والمسواة ومشروعية الدستور والبرلمان والمرأة وكانت آخر التصريحات في حلقة الأمس تتحدث عن المرأة وقضايا المرأة والحقيقة الكلام فيها كان مهم جدا حين قال الإمام شيخ الأزهر يجوز للمرأة تولي الوظائف العليا والقضاء والإفتاء يجوز أيضا السفر دون محرم متى كان السفر آمنا الطلاق التعسفي بغير سبب حرام وجريمة أخلاقية لا وجود لبيت الطاعة في الإسلام لا يحق للولي منع تزويج المرأة بكفء طرداء دون سبب مقبول وللمرأة أن تحدد لها نصيبا من ثروة الزوج إذا أسهمت في تنمية هذه الثروة موضوع الثروة ده عامل جدل واسع جدا على السوشيال ميديا خلونا نشوف جزء مما قاله فضيلة الإمام الأكبر في برنامج الإمام الطيب موضوع سفر المرأة ومعلوم أن سفرها في تراث الفقه مشروط عند أغلب الفقهاء بمرافقة الزوج وقد انتهى رأي العلماء في هذه القضية إلى تبني فقه الإمام مالك رضي الله عنه في جواز سفر المرأة اليوم بدون محرم متى كان سفرها آمنا بصحبة ترافقها أو وسيلة من وسائل السفر تمنع تعرضها لما تكره ومن مكاسب المرأة أيضا اتفاق علماء المؤتمر على أنه يجوز لها شرعا أن تتقلد كافة الوظائف التي تناسبها بما فيها وظائف الدولة العليا ووظائف القضاء ووظائف الإفتاء وأنه لا يجوز الالتفاف حول حقها هذا لمصادرته أو وضع العقبات أو التعقيدات الإدارية ممن يستكبرون أن تجلس المرأة إلى جوارهم وفيما يتعلق بأمر فوضى الطلاق قرر العلماء وربما لأول مرة أن الطلاق التعسفي بغير سبب معتبر شرعا حرام وجريمة أخلاقية لا يحق للولي منع تزويج المرأة برجل كفء ترضاه إذا لم يكن للمنع سبب مقبول وللقاضي إذا رفع إليه أمرها أن يزوجها ومن أهم ما أكده العلماء في فقه المرأة إلغاء ما يعرف ببيت الطاعة إلغاءا قانونيا قاطعا لا لبس فيه ولا غموط لما فيه من إهانة للزوجة وإذاء نفسي لا يحتمل من حق الزوجة شرعا أن تحدد لنفسها نصيبا تحتجزه من ثروة زوجها وهو حي بمقدار ما شاركت فيه لا يخضع لقسمة الميراس ولا يرتبط بوفاة الزوج ولها أن تأخذه قبل وفاته أو تستوفيه بعد الوفاة من تركته قبل تقسيمها